يستمر الشباب الخريجون الذين اشتازوا اختبارات القبول في الوظائف النفطية في حملتهم التي أطلقوها قبل أيام تحت عنوان قبول جميع المهندسين الخريجين وقد أكد بعض المهندسين الخريجين لـ ATV العدالة أن انتظارهم لإعلان التوظيف في مؤسسة البترول الوطنية دام لسنتين مطالبين بقبولهم جميعا بعد ان اشتازوا الاختبارات التي تقدموا لها بنجاح تقرير خالد الفارس بعد غياب دام لسنتين لم تعلن خلالهما مؤسسة البترول الوطنية عن حاجتها لتوظيف حديثية تخرج من العمالة الوطنية حملة شهادات البكالريوس من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية المعتمدة جاء إعلان المؤسسة لهذا العام بعد زيادة عدد الخريجين العاطلين عن العمل وهم في انتظار هذا الإعلان وانتظار قبولهم في الوظائف النفطية مطالبنا من خلال هذه الحملة مطالب واضحة اليوم بعد اغلاق لسنوات متواصلة لإعلان النفط من عام 2018 نطالب بقبول جميع المجتازين لأن الشروط اللي انزلت ما كانت شروط مباشرة اليوم وجود شرط التأمينات أدى إلى بطالة وأدى إلى تأخر في عجل التنمية في هذه الدولة فهناك شباب وشابات متأخرين وانتظروا في منازلهم من السنة إلى ثلاث سنوات هذا الشيء يعود بالضرر على الدولة ويؤخر عجل التنمية اليوم عانينا من البطالة لمدة سنة إلى ثلاثة سنوات اليوم وين التقدم للدولة؟ فنطالب بحقوقنا تم ابتعاثنا في جامعة الكويت وجامعات خاصة وفي الدول الأجنبية لأن نشغل مقاعد تؤدي إلى تنمية هذه الدولة اليوم بدأنا نحس أن نحن عالى على المجتمع وهالشي يعود بالضرر على أسرنا الخاصة وعلى الدولة بشكل عام وقد حدث ظرف بهؤلاء الخريجين إلى تدشين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان قبولي جميع المهندسين المجتازين إن شاء الله إذا تم قبولنا في البترول راح يساعد على التقليل والضغط على الجهات الحكومية وعلى ديوان الخدمة المدنية فيا ريت تشوفون قضيتنا لأننا عيالكم إذا ما توظفنا في هذا المكان المميز وين نقدر نتوظفونه وين نقدر نطبق دراستنا الجامعية فيه فأتمنى من كل قلبي أن يتم قبولنا جميعا لأننا متميزين نقابة العاملين في مؤسسة البترول الوطنية وقفت إلى جانب الخريجين ودعمت مطلبهم الوحيد